وإلى آخر التطورات الميدانية في المدن والبلدات السورية استهدف الجيش الحر حاجزة للصخر والخزان والصوامع في حما بقذائف الهونة بعد ورود أنباء عن وجود ضباط روس في تلك المنطقة وفي إدلب شن الطيران الحربي لقوات الأسد غارات جوية استهدفت مدينتي أريحة وخان شيخون جنوب إدلب وغارت على مدينتي سرمين وسراقب يأتي ذلك فيما استهدف الجيش الحر معاقل ميليشيا الأسد في قرية كافرنان في حمص بقذائف من مدفع بيناين وحققوا إصابات مباشرة في عناصر الأسد وفي حي الوعر بمدينة حمص سقط جرحا جراء استهدافهم برصاص قناصة قوات الأسد المتمركزين في مشفى حمص الكبير هذا وشنت قوات الأسد هجوما عنيفا على أحياء درع البلد المحررة بصاروخ من طراز فيل كما يتعرض حي طريق السد بمدينة درع لقصف مدفعية كما تعرضت مدينة بصر الشام شرق درع لقصف مدفعية من قبل قوات الأسد وفي ذات السياق قصفت مقاتلات الأسد الحربية بغارات جوية عدة محاور في بلدة كنسبة بجبل الأكراد في اللاذقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر